شرقيا ولا غربيا فضاق بذلك البعض واتخذوه ثخريا فما زادوني إلا إصرارا مليا انتهت مهلته التي حددها الشهر الماضي لحفظ ماء وجه العملية السياسية ليخرج بهذا الخطاب إلى العلن دعونا لينصرونا مقتدى الصدر وبلغة ملؤها السجع والاستعارات اللفظية بدأ هجوما ضمنيا على الإطار التنسيقي الموالي لإيران متهما إياه بجر العراق إلى التبعية الخارج كما دعا الصدر جميع نواب كتلته إلى كتابة استقالاتهم من عضوية البرلمان لتقديمها قادم الأيام على حد قوله الصدر أكد في كلمته بأن عدم تشكيل حكومة أغلبية في العراق سيدفعه لخياري المعارضة أو الانسحاب متناسيا بأنه جزء من المشكلة التي تسير بالعراق نحو المجهول فكل نواب الكتل زادهم الله شرفا مستعدون للاستقالة من مجلس النواب وليعصوا لي أمرا فهذان خياران أما المعارضة وأما الانسحاب خطاب الصدر ما هو إلا صفحة أخرى من صفحات الصراع على السلطة بهدف الهيمنة على كل مفاصل الدولة لحزب دون آخر كما حدث في السنوات السابقة بحسب خبراء في الشأن السياسي الصدر سبق أن أعطى الإطار التنسيقي مطلع شهر نيسان الماضي فرصة لتشكيل حكومة جديدة بمعزن عن تياره معلنا اعتكافه لمدة أربعين يوما من أجل فسح المجال لشركائه ليعود بعد ذلك ويعلن منحه النواب المستقلين مهلة أسبوعين للانضمام إلى تحالفه الثلاثي وانقضت المدة دون تغيير يذكر ويبدو بأن الانسداد السياسي مستمر في العراق لا سيما مع تمسك طرفي الصراع بحصة الأسد في تشكيل الحكومة ما دفع عددا من السياسيين إلى طرح فكرة إعادة إجراء الانتخابات البرلمانية على الرغم من المقاطعة الشعبية الواسعة لها أواخر العام الماضي فيما قدم السياسيون آخرون دعوة قضائية ضد رئاسات الثلاث مطالبين المحكمة الاتحادية بحل البرلمان